السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في شهر الانتصارات شهر اكتوبر وحنتكلم عن تاريخ حرب اكتوبر بس مش من ارض المعركة ولكن على شاشات السينما وبالتحديد في سنة 74 ميلادية بعد حرب اكتوبر بسنة شاشات السينما عرضت ثلاث افلام مرة واحدة عن حرب اكتوبر الرصاصة الاعتزال في جايبي الوفاء العظيم بودور نقاط السينما اهتموا بفيلم الرصاصة لا تزال في جايبي وهذا الفيلم واقعي وصور المعارك الحربية بحرفية ونجد رجال قوات مسلحة قدموا كل الدعم لصناع الفيلم ونجد الظبط الكبير تحسين شنن كان قائد عسكري في حرب اكتوبر واصبح فيما بعد محافظ السويس كان يتابع تصوير الفيلم او البول وكان يقدم الاسلحة لصناع الفيلم وكان يجهز العربيات والسيارات الجيش عشان تنقل وتنقل الفنانين الى اماكن التصوير على الجابهة المصرية في محافظات القناة فالأفلام الحربية خرجت بجهود رجال قوات مسلحة وبجهود الفنانين وبحب مصر وبكده عرفنا حرب اكتوبر ولكن مش من ارض المعركة من شاشات السينما والى اللقاء في لقاءات اخرى وكل عام والشعب العربي والشعب المصري في انتصار وفي عزة وكرامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا